الجن بيلبس الإنسان إزاي الجن بيلبس الإنسان مع إنه جسد أو كده يعني تمام إزاي الجن بيلبس الإنسان الجن ده أصل خلقته المارج من نار مارج من نار أصل خلقته مارج من نار فاستحال على أصل خلقته فصار هواء ثقيلا زي البني آدم البني آدم ده أصل خلقته الطين فاستحال على أصل خلقته فصار دما ولحما تمام تمام فالجن ده مارج من نار اصله هبو نار او رماد بتاع النار اتحول من الرماد النار او هبو النار ده الى هواء ثقيل فبيتلبس في جسم الانسان كانه هواء دخل جسمك تمام كانه هواء دخل جسمك لكن هو مش دمه لحم لبس جسمك لا هو بيتمثل في اي شيء يدخل كهواء في جسمك تمام وبعد كده يتحرك في جسمك زي ما هو عايز يسد العروق اللي رايحه مثلا لو عايز مثلا يقصر على دراعك ده بيسد شريين الدم اللي رايحه لدراعك او يضغط على العصر اللي رايحه لدراعك لو هو معمول بسحر منفوخ او غيره بيسيطر على مداخل الاكسوجين للمخ فدايما يقصر على مخ الانسان او دماغ الانسان تمام فالجن بيطبس الانسان لانه هواء سقيل مش مش محسوس احنا بنمسكه تمام غير لما يكون الانسان مثلا زي ما الشيخ بقوله ده انا خرمت ايده بابرة عشان انطلع الجن من عنده بيجيب ابرة ويغرز الابرة في صوبه عشان يخره دم وبعمل خرده دم يقول له خلاص كده الجن طالع من عندك طالع انده كلام فاضي وبعدين يعمل كده وياخده يحبسه في ازازه ويكفر الجزة عليه طبعا كلام فاضي زي الاخ اللي كان مبلح بيقولي في المركز بيقولي هو انيم زوجته وبعدين تابه ياخد منظرها يعمل كده وبعدين بيقول له واحد هرب ودخل تحت الملاية وقصة كده تمام وانا مش عارف الناس بتصدق كلام ده ازاي صراحة يعني ايه انت فين دماغك لما واحد قاعد عمالي ينصب عليك وانت بصدقه بل انسان لازم يكون عنده فتنة ولازم يكون عنده خبرة بالموضوع ده عشان كده بنقصل المواضيع في برنامج لا يفلح الساحر بنقصل المواضيع تأصيل دقيق جدا علشان الناس تفوق لنفسها وتقدر تفرق بين اللي بيضحك علي عشان ينصب علي وبين اللي بيعالج علاج صحيح وبين الراقي وبين المشاوز علشان الناس